بعد ستة أشهر من المناكفات والانقسام بين أعضائه، مجلس الأمن الدولي يتفق على تسمية مبعوث أممي خاص إلى ليبيا ومنسق، بحسب ما أفاده دبلوماسيون غربيون نقلاً عن وكرة الأنباء الفرنسية. ووفق المصادر الدبلوماسية، فإن المجلس يصوت الثلثاء القادمي على مشروع قرار جديد لتمديد مهمة البعثة حتى سبتمبر من العام المقبل، كما يتضمن المشروع الذي أعدته بريطانيا تعديلات تتعلق بهيكلة البعثة، وتعيين مبعوث خاص للوساطة الدبلوماسية بين الأطراف الفاعلة الليبية والدولية، وآخر منسق للعمليات اليومية. وبموجب نص القرار، سيطلب المجلس من الأمن العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش تعيين مبعوثه الخاص دون إبطاء، ورغم حجم التفاؤل والتطلعات لإنهاء الأزمة وملء الفراغ، إلا أن الحكم على نتائج جيلا جزالوا مبكراً. ففي السياق أشارت ذات المصادر الدبلوماسية، إلا أنه ليس هناك إجماع على اسم مرشح بعينه، الأمر الذي يعني أن الكرة ما زالت في مجلس الأمن، الذي تقع عليه مسؤولية إعطاء ضوء الأخطر للاختيار والتوافق بين أعضائه الخمسة عشر، وعدم استخدام ورقة حق النقضة الفيتو للاعتراض. ويشكل الاستقطاب الحاد داخل المجلس بحسب البعض، العائق الأكبر أمام أي تقدم لإنجاز هذه الخطوة، وهو من عكس سلباً على إدارة الملفة الليبية، وعرق لتعين مبعوث أممي خلافاً لغسل سلامة، الذي طلب إعفاءه من منصبه، ما يجعل تطويق الأزمة ومساعي الحل السياسي تراوح مكانها انتظاراً لمن سيدير دفة البعثة بحلتها الجديدة.